ازاي تمول مشروعك؟ ازاي تمول شركتك؟ انت اكيد هتحتاج شروحات فن 101 مادة المالية انا معاك ما تقلقش وما تشيلش هم دكتور حسين النهاردة هنشرح chapter 10 في منهج الفاينانس المالية أساسيات المالية the fundamental of capital budget هنتكلم على أساسيات الميزانيات الرأس المالية ووضع الميزانية الرأس المالية للشركات اول حاجة هنبدأ بها learning objectives في الاهداف التعلم في الشابتر ده هنتكلم على discuss the capital budgeting decision are the most important investment decision made by a firm management هننتناقش ان قرارات الميزانيات الرأس المالية للشركات هي بتبقى اهم قرارات استثمارية بتتعمل بادارة الشركات هذا في التعلم التاني explain the benefit of using the net present value هنتكلم ايه هي نشرح ايه هي مزايا وميزات ومكاسب استخدام القيمة الحالية الصافية NPV method to analyze capital expenditure decision عشان نقدر نعمل عملية تحليل للمصاريف قرارات المصاريف الرأس المالية calculate the NPV for a capital project وهنقدر ازاي نحسب ونعمل عملية حسابية لحساب القيمة الحالية الصافية for a capital project لرأس مال لمشروع معين هذا في التعلم التالت describe the strength and weakness of payback period as a capital expenditure decision making tool هنصف ايه هي قوة وضعف فترة الاسترداد للمصاريف الرأس المالية قرارات المصاريف الرأس المالية واذا بتكون اداة مهمة بالنسبة لي بتبقى decision making tool اداة لصنع القرار compute the payback period for a capital project وهنحسب مع بعض فترة الاسترداد للرأس المال المشروع هدف التعلم الرابع explain why the accounting rate of return ARR is not recommended for use as capital expenditure decision making tool هنشرح لي معدل العائد المحاسبي ARR is not recommended مش يعني مش مطلوب قوي منه او يعني ايش عليه طلب لاستخدامه كأداة صنع القرار للcapital expenditure للمصاريف الرأس المالي 5 هنتكلم على compute internal rate of return الIRR ازاي نحسب معدل العائد الداخلي for a capital project لرأس المال لشركة and discuss condition under which IRR technique and NPV technique produce different results وهنا تناقش في الظروف اللي تحتها معدل العائد الداخلي طريقة حساب معدل العائد الداخلي والNPV صافي القيمة الحالية تكنيك الطريقة بتاعته produce different results ممكن يديني نتائج مختلفة هدف التعلم السادس explain the benefits of post audits and ongoing review of capital projects هنبدأ نشرح ايه هي مزايا ويه المكاسب اللي ناخدها من post audit او المراجعة والتدقيق الداخلي في الشركة والongoing reviews اللي هي المراجعات الجارية على رأس مال الشركات أثناء عمل البزنس بالنسبة للchapter outline والخطوط العامة في الشابتر بتاعنا هنتكلم على introduction on capital budgeting هنتكلم introduction of capital budgeting مقدمة عن الميزانيات الرأسمالية the importance of capital budgeting اهمية الميزانيات الرأسمالية او الميزانية الرأسمالية في المشروع هنا أنا عندي بعض النقاط الهامة لازم أكون عارفها capital budgeting decision are the most important investment decision made by the management هنا قرارات الميزانيات الرأسمالية هي أهم قرارات استثمارية ليتم اتخاذها عن طريق الإدارة the goal of this decision is to select capital project that will increase the value of firm هدف القرارات دي اللي أنا بختار الميزانيات الرأسمالية للمشاريع اللي بتزود قيمة المؤسسة capital investments are important because they involve substantial cash outlays and once made are not easily reversed بيقولك أنا الاستثمارات الرأسمالية بتبقى مهمة جدا لأن مجرد اللي هي تحولت من cash من نقد إلى خلاص اشتريت مصنع أو اشتريت أرض أو اشتريت مكتب بيبقى صعب جدا إلا أنا أعكس العملية دي وأقوم بعملية التسهيل فعش كده قرارات الرأسمالية للميزانيات الرأسمالية للشركة بتكون قراراتها capital budgeting technique الطرق حساب الميزانية الرأسمالية help management to systematically analyze potential business opportunities in order to decide which are worse undertaking الميزانيات الرأسمالية وطرق الميزانيات الرأسمالية بتساعد الإدارة باتخاذ عمليات تحليلية لنشوف هل المشروع ده قوي وعنده القدرة والفرص القوية اللي هو يستحق إلا نتخذ هذه القرارات ولا ما يستحقش نخش بعد كده على capital budgeting process عملية capital budgeting أو الميزانيات الرأسمالية أول حاجة لازم أكون فاهم in a capital budgeting process start with a firm strategic plan which spells out its strategy for the next three to five years الميزانية تطرق طريقة الميزانية الرأسمالية بتبدأ بخطة استراتيجية للمؤسسة which spells out a strategy for the next three or five years بتكون الخطة دي بتوضح وتبين وتنطأ وتعرف الاستراتيجية للشركة خلال الثلاث وخمس سنوات القادمة the process that continues with the with the division manager who convert the firm strategic objective into business plan وفي عملية تانية اللي هي بتبقى مستمرة هي اللي هي بتحول اللي هما مديرين الإدارات بيحولوا الخطة الأهداف الاستراتيجية إلى خطة عمل في المشروع والbusiness ليه business plan اللي هي خطة المشروع طبعا خطة المشروع the capital budget is generally prepared by the CEO staff and financial staff at the divisional and lower level غالبا الميزانيات الرأسمالية capital budget الميزانية الرأسمالية للشركة عامة بيتم تحضرها بيه اللي هو المجموعة اللي حوالين المدير التنفيذي للشركة CFO اللي هو المدير التنفيذي للشركة والfinancial staff اللي هي الإدارة المالية على مستوى الأقسام والمستويات ذات الأقل من الإدارة العليا Source of information مصدر المعلومات عندي Most of information needed to make capital budgeting decision is generated internally like beginning with the sales force معظم المعلومات أو أكثر المعلومات اللي أنا محتاجها لصنع الميزانية الرأسمالية وقرارات الميزانية الرأسمالية بيتم تولدها generated internally يتم تولدها أو التعرف عليها أو الحصول عليها داخليا داخل الشركة إزاي تمول مشروعك؟ إزاي تمول شركتك؟ إنت أكيد هتحتاج شروحات فن 101 مادة المالية أنا معاك ما تقلقش وما تشيلش هم دكتور حسين